سلام اخوتي اخواتتي تنتمينا تكونوا بخير قناتي يا قناتكم اليوم غادي نحضر معكم واحد شهوة تجي رائعة لطاقت اوبوم حلوة التفاح تجي فعلا رائعة مع قرمشة ديال لبات سابري كل شي غادي تعجبو هاد الوصفة غادي نوريكم لبات كيف تنحضرها عندي معلقة صغيرة تساندة زلافة تعد دقيق شوية تعد الملحة صفر تعد البيض ما شيل البيض كل شي ما غير صفر ديالو وربعات المعلقة تعد الزبدة وشوية تعد الماء وغادي نعجنها مزيان بالزبدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قد ومن بعد فاش عجلنا هاد العجينة بالسبتات هنزيدو الماء هنزيدو غير شوية هيت اصلا ما تحتاجش بزا بتاع الماء مناجين ديال لبات سبل وفاش عجلنا هاد لبات كيف تتشوفو عجلنا همزين وانا نحتاجو الميكا وانا ادرتها في الميكا ديال كونجيلاتو غادي نشدوها غادي ندروها في تلاجة مدة تقريبا واحد ثلاثين دقيقة دينا عشرين تا ثلاثين دقيقة باش نخلوها ترتاح مزيان وارجع لكم هاني رجعت لكم فاش لبات ارتحت بين عشرين تا ثلاثين دقيقة هيت اجي ارتبة وانا نشدد لك باش ندلكوها اشتركواها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طريقتي باش نحط لبات فوسط المول واغتي نحطه في المول هكدا المهم كم تتعرفوا العجينة ديال لبات لبات سابلة اجيار طباب بزاف هنا تنشددلك وتنقطع الجنب تجي سهلة بحالك ده تنقطع الجنب بحالك ده ولكن تنحافظ عليها باش نزوق لتاخت ديالتفح من الفوق المهي مراني شعرت الفران باش يسخن باش ندير غير المهي ملابط غير نديرها في الفران ما غاديش نطيبة غاديش نطيبة غاديش نطيبة وغادي نطقبها بالفورشيت باش ما تنفخش لنا نطقبوها مزيان وغادي نديرها في الفران هاني خرجت العجينة ديالنا دي كلابات سابلي خرجناها قدرنا لي اغير نص طيبة هي هادي كيف تتشوفو شي ستتع التفاحات اللي قطعتهم مربعين ودرج جمع الكبار ديالساني دا المهم غادي نخلطو داك التفاح مع ساني دا مزيان وغادي نشدودك تفاح فاش خلطنا سنيدة غادي نخبيوها فوست لبات سابلي وغادي نشدودك تفاح وغادي نشدودك تفاح عندي ثلاثة البيضات وجوج مع القطاع سانيدة عندي الحليب و الكريم خلطتهم نبوي من نص 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 الحليب نص الكريم في الكاس إلا ما عندكمش الكريم غادي يعني غادي تكافوا غير مع الحليب بوحده يعني ما كان حتى شي مشكل غادي نخلطو البيض مع جوجة مع القبار ديالسانيدة حيث أصلا ندرنا جوجة مع القسانيدة مع التفاح يعني غادي يجي وعدك غادي يجي حلو وغادي نخلطو ذاك الحليب من على كريم ونخلطو بزيان ما تنسوش بأن الفررره باقي مشعور يعني يسخون وغادي نشدود ذاك الخالط غادي نخويه وفوق التفاح وغادي نبدو ذاك العجينة اللي بقت لنا وغادي نزوغ كل واحد يدير اللي يبغى ذاك العجينة اللي يبغى يديرها يديرها اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش اللي ما بغاش يديرها اللي ما بغاش يديرها هكذا هادة هو الديكوراسيون ديالي هههههههههههة نعم هيم لواحد يدير اللي اللي يطيف فضال يدير يديره غادي ندخلوها الفرررن مدة 45 دقيقة حتا طيب ونرجع لكم أخوتي اخوتتي فاشطبت لنا للطاقت هدي هي نتيجة منظرها تيجي زوين انا متأكدة غادي تعجبكم هاد الحلوة تا التفاح تدجي شيشة وبنينا غادي نوري لكم كيف تدجين الفلافة يعني غادي نحطها لكم في الترسي حيث النخر رجتها من الفرن باقي سخونة على الاقل خاصة نخليها ترتاح وهات خمسة دقائق بما تبرد شوية حيث العجينة تدجي كما قلت لكم هالشيشة بضغي غادي تدرس بني تدجي زوينة تبارك الله هادي هي النتيجة كيف تدشوفه تنتمنى تنتمنى يعجبكم هاد الفيديو ما تنسوش تديروا اللايك والاشتراك السلام أخوتي أخواتتي